اسمعوني يا أولاد المتهمين المتهمين أثارت أحكام الحوثيين بإعدام ثلاثين ناشطاً سياسياً مختطفاً في صنعاء ردود فعل رسمية دولية غاضبة الحكومة الشرعية أدانت هذه الأحكام وهددت بإلغاء الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين المنبثقة عن اتفاق السويد إذا مضت الميليشيا بهذه الأحكام رئيس ملف الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج قال إن صمت المبعوث الأممي مارتين جريفث عن مثل هذه الجرائم يزيد من عرقلة المضي في ملف الأسرى والمعتقالين الحكومة البريطانية من جهتها أدانت تلك الأحكام مشيرة إلى أن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية لإصدار مثل هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين منظمة العفو الدولية اتهمت ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء لأغراض قمعية مؤكدة أن تلك الأحكام ما هي إلا استهزاء بالعدالة وطالبت المنظمة ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن الثلاثين ناشطا وكذلك عن أسماء العميسي التي صدر عليها حكم بالسجن خمسة عشر عاما ناشطون حقوقيون اعتبروا المحاكمات التي تعقدها ميليشيا الحوثي لقمع المعارضين مجرد مسرحية عبثية ومحاولة لغسل جرائمها بحق ضحايا وإن القائمين على هذه المحاكمات منتحلون للصفة القضائية تتعالى الأصوات الحقوقية والشعبية مطالبة لمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإيقاف هذه الأحكام وتهديد بالتصعيد في حال أصرت الميليشيا على المضي في تنفيذ هذه الأحكام الباطلة